موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان ضعف عضلة القلب طبعا موضوع مهم جدا وباية من العنوان بتاعه الكلام عن عضلة القلب أهميتها الجسم الإنسان وتأثيرها على كل الأعضاء والوظائف الأخرى حيث طبعا دي حاجة مهمة جدا وكلنا مدركينها وعارفينها نهاردة نتكلم أكتر عن ضعف عضلة القلب إيه المسببات أو الأسباب اللي ممكن تتأدي لده هنتكلم أيضا عن فكرة تشخيص هذا الموضوع وهذا المرض اللي ممكن يحصل من القلب أيضا هنتكلم على العلاج ودايما منركز على أيضا علاجات الحديثة التطور الطبي الحديث اللي دايما بيحصل في هذا المجال هيكون معنا ومشرفنا في هذا الموضوع دكتور محب مراد صبحي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والأسطرة التداخلية دكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية جامعةين شمس وعضو جامعة الأوروبية والمصرية لأمراض القلب فاصلوا سير ونبدأ حوارنا مع دكتور محب دكتور محب مراد صبحي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والأسطرة التداخلية دكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس وعضو الجامعية الأوروبية والمصرية لأمراض القلب عنوان العيادة 58 شارع الحجاز برج أمون أمام مستشفى اليوبلس دور سي تليفونات العيادة 010 13 40 78 03 أو 011 48 22 078 فيسبوك دكتور محب مراد استشاري أمراض القلب والأسطرة التداخلية مشاهدين أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك عضلة القلب وسلامة عضلة القلب الحقيقة سلامة عضلة القلب من صحة الجسم كله لما يكون وظيفة القلب أيمة بالوظيفة صحيحة يكون الجسم كله صحيح يكون الجسم كله صحي ويكون مفيش مشاكل على كل الوظائف والأنظمة في أجهزة الجسم الحقيقة موضوع سلامة عضلة القلب أو ضعفها في بعض المشاكل اللي ممكن تحصل في عضلة القلب حاجات مهمة جدا مهمة قوي ندركها ونعرفها نفهمها أكتر وندركها أكتر عشان نقدر نتعامل معاها بشكل جيد ولو حصل أي خلل نقدر كمان نروح ونستشير الطبيب ونعمل التحليل أو الفحوصات التامة والكاملة عشان نتأكد من سلامة عضلة القلب نهاردة معاي ومحضراتكم عن ضعف عضلة القلب موضوع حلقتنا النهاردة ضيفي اللي مشرفني في الستوديو دكتور محب مراد صبحي أهلا بحاجة دكتور محب شرفنا جدا يفهم استشاري أمراض القلب والأعوية الدموية أسطرة التداخلية دكتوراء أمراض القلب والأعوية الدموية جامعة العين شمس وعضو الجامعة الأوروبية والمصرية لأمراض القلب متشرف جدا بحاجة النهاردة بتالي موضوع مهم جدا دكتور محب زي ما قلنا فكرة معرفة الناس بأهمية عضلة القلب وأيضا بعض الخلل اللي ممكن يحصل يدركوه ازاي يتعاملوا معاه بشكل سريع ازاي طبعا عضلة القلب دي أهم عضلة في جسم الإنسان فلازم عشان نفهم هي وظيفتها ايه لازم نعرف التشريح بتاعها أو شكلها عامل ازاي عضلة القلب دي بتقسم لأربع حجرات حجرتين صغيرين اسمهم الأزينين الأزين الأيمن والأزين الأيصر وحجرتين أكبر شوية اسمهم البطينين البطين الأيمن والبطين الأيصر عندنا في الصورة هي دكتورين عندنا فيديو فعلا بيوضح الموضوع مشروح بشكل جيد احنا عندنا هنمسك عالة القلب نقسمها نصين النص الأيمن والنص الأيصر النص الأيمن بتكون الحجرة اللي فوق الصغيرة دي اسمها اللي فيها الدم اللي بلون أزرق في الأول بعد كي ينزل تحت ده الأزين الأيمن ثم الدم يذهب من الأزين الأيمن إلى البطين الأيمن مرورا بالصمام سلاس الشرفات ثم بعد كده زي ما احنا شايفين لون الدم في الناحية اليمين لونه أزرق الدم ده راجع من كل أجزاء الجسم هو مفهوش أكسجين ومتحمل بوصة خاصة الأكسجين لعضاء الجسم ثم رجع كل سانوكشيد الكربون إلى القلب مرة أخرى فعشان كده دم ده مفهوش أكسجين ولونه أزرق ثم يذهب الدم زي ما قلنا من الأزين الأيمن إلى البطين الأيمن ثم من بطين الأيمن إلى الرئة عن طريق الشرين الرئوي مرورا بالصمام الرئوي الدم هنا يروح الرئة يتخلص من سانوكشيد الكربون وياخد أكسجين من الرئة ثم يعود مرة أخرى دم ده محمل بالأكسجين باللون الأحمر زي ما احنا مشروح عندنا في الرش بالزبط كده يروح إلى الأزين الأيصر ومن الأزين الأيصر ينزل إلى البطين الأيصر مرورا بالصمام المترالي ثم أخيرا من البطين الأيصر إلى الأورطة اللي هو الشريان الأورطي مرورا بالصمام الأورطي عشان الدم يوصل لكل أجزاء الجسم وكل أعضاء الجسم ويمدهم بالتغذية اللازمة لهم يتضخ بقى في كل الأوعية اللي طبعا طبعا يمرون بالأوعية الكبيرة أو الرئيسية وبعدها يروح لغاية الشعارات الدموية في الأطراف طبعا مهمة أي برضو فكرة إن زي ما حاك شرحتنا وقلتنا شكل الدم بيخش إزاي لازم طبعا يغير شكله حتى عشان كده عملنا حاك يمكن شكل التشريح اللونين بتوع الدم الأزرق أو الأحمر عشان فيه دم غير صحي خلاص بيعبق بساني أكسيد الكربون أو خلاص بيتلوز بيه الجسم كله والخلايا اللي ممكن تكون بتطلع أنواع من المخروجات اللي بعد كم ينقيها وينظفها من في الرئة ويرجع يتجدد مهم أول كمان موضوع إن نفهم إيه المشكلة اللي ممكن تحصل يعني عايزين ندخل بقى الأسباب أو المشاكل اللي ممكن تحصل لعضلة القلب إمتى ممكن يضعف وإيه أصلا أسباب ضعف أوكي هو زي ما احنا قلنا عضلة القلب ووظيفتها الطبعية إن هي تضخ الدم لكل أعضاء الجسم أثناء المراحة وأثناء المجهود فبالتالي يبقى جسمك على طول أو أعضاء جسمك مدودة بدم كافي كافيها ويعيشها بشكل صحي لما بيحصل يبدأ يحصل ضعف عضلة القلب بتبقى عضلة القلب بتفقد هذه الوظيفة ما بتقومش بهذه الوظيفة الضخ الدم بيقل فبالتالي دم الرايح لأعضاء الجسم بيقل فبالتالي تحصل المشاكل حاجة طبعا من النقطة اللي حالك قلتها إيه هي أسباب ضعف عضلة القلب هما أسباب كتيرة جدا لكن خلينا نقول أكتر من حاجة اللي هما أو الأكثر سببا أو أكثر شيوعا أول حاجة عضلة القلب اللي عضلة عشان تقوم بوظيفتها محتاجة يوصل لها دم بصورة كافية وتاخد الغزة بتاعها بصورة كافية عشان تقدر تقوم بوظيفتها بصورة كافية هي كمان هي كعضو لأن هي برضو زيها زي الأعضاء الأخرى بالضبط كده فهو اللي بيغزي عضلة القلب هما الشرايين التاجية هما ثلاث شرايين تاجية ودول ما كانهم التشريحي إن أول ما البطين الأيسر بيدي الدم في الأورطة أول حاجة بتقابله هي الشرايين التاجية على طول بيكون دم كل أكسجين بيروح على طول يمشي جوه الشرايين التاجية يغزي القلب كله فبالتالي كل حتة القلب يوصل لها الدم كويس أكسجين كويس فتقدر تقوم بوظيفتها بشكل كويس فلو بدأ عندي يحصل كسور أو دي في الشرايين دي أو أحد الشرايين دي يبدأ الدم ما بقاش بصورة كافية واصل للقلب مع الوقت يبدأ يحصل ضعف عضلة القلب يعني الدم أول ما بينقي الدم ويبقى دم فراش وصحي زي ما قلنا أول حاجة بيهتم بيهن هو يغزي نفسه بالضبط كده إنه هو ياخد باله من صحة نفسه هو القلب كعضو عشان يقدر كمان يؤدي وظفته بشكل كويس هم تعيي برضو الصورة يمكن موضحة الحاجة بتقوله فكرة الشرايين تجي أول حاجة لو فيها دي بتصبت مش يوصل الدم بصورة كافية فهيبدأ يحصل ضعف عضلة القلب طيب حاجات تانية موجودة مهمة جدا مثلا مشاكل في الصمامات يمكن حالك بنسمحها كتير إليك أنا عندي مشكلة في الصمام الأورتي عندي مشكلة في الصمام المترالي الصمامات دي هي عبارة عن بوابات بتسمح للدم ربنا خليها تسمح الدم مرورا من الحجرة إلى الحجرة اللي بعدها بسهولة جدا ثم يقفل فيمنع رجوع الدم إلى الحجرة اللي قبلها مرة أخرى فهتكلم مثلا في المثال لو مريض عنده ديء شديد في الصمام الأورتي والصمام الأورتي ده ما هو اللي بيبقى الوصلة ما بين البطين الأيسر والأورتة نفسه زي ما حالك قلت لهو بيغز كل حتة في الجسم فأنا عشان أحرك الدم من البطين الأيسر إلى الأورتة في باب ديء جدا أو مكان ديء جدا القلب بيبزل مجهود جامد جدا عشان يضخ الدم ده فبمع الوقت بيبدأ القلب يتعب أو بيبدأ يحصل له ضعف طب ده لو فوجود دي طب لو فوجود ارتجاع ارتجاع يعني الصمام ما بيقفلش كويس فبالتالي الدم بيرجعتني للحجرة دي فأنا لو هتكلم عن نفس المثال مثلا الصمام الأورتي فيه ارتجاع هو الدم جاي للبطين الأيسر من الأزين الأيسر مفروض هو ده المصدر الوحيد اللي بيجيله من الدم لما يكون فيه ارتجاع في الصمام الأورتي فهنا بييجي الدم من حتتين من الأزين الأيسر وبيرجع تاني من الأورتة فبيبقى كمية الدم اللي مفروضي القلب يشيلها أو البطين يشيلها بتكتر فبالوقت بيبدأ القلب يتسع فيبدأ يحصل فيه ضعف عضلة القلب فدي اللي هي التاني أكتر حاجة مشهورة لهو مشكلة السمامات لما يكون فيه اختلال في السمامات بيقدي مع الوقت إلى ضعف عضلة القلب وده تاني سبب فيه أسباب تاني أقل منهم شيوعة مثلا زي اطراب ضربات القلب لما يكون عندي بقرة كهربائية في القلب بتطلع ضربات القلب بشكل سريع أو بتطلع ضربات القلب حتى لا مش بسرعة بس هي معايد غير المعايد الطبيعي وبيبقى نسبتها كتيرة مع الوقت ده خلل كهرباء القلب ده بيدي إلى ضعف عضلة القلب أو سرعة ضربات القلب فترة طويلة الدم لو ينقبض بسرعة جدا 160 و 170 أرقام كبيرة قوي يعني مش هيقدر يملى دم كويس فبالتالي مش هيقدر يغزي نفسه كويس فما الوقت هيحصل ضعف عضلة القلب طبعا بتاني موضوع كبير موضوع كهرباء القلب والبقرة اللي هي بتبدأ الحركة أو تدي الإشارة للقلب إنه هو بس برضو نفاهمها للناس بشكل أبسك دكتور محب عشان بس الناس تفهم إيه فكرة الكهرباء وإزاي القلب فعلا بيشتغل الناس كتير مش فاهمين هو كل عضو لي حاجة بتشغله بس القلب الحاجة الوحيدة يمكن بيشغل نفسه بذبط كده هو بيشغل نفسه لأن إحنا عندنا القلب كهربته ذاتية من جوا بيبدأ الكهرباء في مكان فوق عالي اسمه الـ S-A-Node ثم ينتقل إلى الأزينين الأول فيحصل فيهم انقباض فالدم ينتقل من الأزين إلى البطين ثم يبدأ الكهرباء أو الإشارة كهربائية ينتقل إلى البطينين فيحصل انقباض في البطينين فيضخ البطينين الدم إلى المكان الورو فلو فيه خلل في هذه المنظومة بيبدي إلى خلل في عضاة القلب وخلل في الدربات القلب أو في خلل في التصفية القلب من حجرة لأخر وده ثالث حاجة أو ده ثالث سبب من الأسباب بعد كده طبعا الحاجات للكومة مثلا مريض ضعف ارتفاع ضغط الدم لما واحد يبع عنده ضغط الدم مرتفع نفس الفكر البطين الأيسر عشان يضخ الدم قدام ضغط عالي جدا 160 و170 فهو بيبذل مجهود جامد جدا فبالتالي يبدأ يحصل تضخم في عضاة القلب ثم ضعف في عضاة القلب فيه أسباب تاني مثلا بعد العقارات أو الأدوية اللي بتقدير ضعف في عضاة القلب زي بعد مراد الأدوية الكيمو الشربي اللي بتخدم في معلاج الكنسر أو السرطان بعضها بيؤثر على عضاة القلب ولذا المرضى بتتلقى العلاج الأورام بننصحهم بأداء موجات صوتية على القلب كل فترة اللي اتمنى على عضاة القلب بعد كده في زي في الصورة برضو يمكن مشروبات مثلا مشروبات زي الكحوليات وحاجات زي كده برضو كترها بيؤدي إلى ضعف عضاة القلب مكتوب بس في كده حتى اللي هو الستات الحوامل هي دي نسبة أقول إليها جدا 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 بعض الستات أثناء الحمد بيحصل لهم ضعف عضاة القلب لكن بيعني بحمد ربنا لأن احنا أول ما بتولد بترجع بنسبة كبيرة عضاة القلب كفاءتها كويسة ودي حاجة مش كومن بعد كده عندنا بعض قلنا الحاجات الضرة زي تدخين فترات طويلة والسكر فترات طويلة والحاجات دي كلها ممكن يؤدي إلى ضعف عضاة القلب عظيم يعني برضو الأسباب زي ما حكي قلت أسباب كثيرة جدا ووسعة وأظن كمان هي بتختلف قوتها أو بيختلف فكرة السبب أو المسبب أن هو يعمل أثر صعب على هذا الشخص أو هذا المريض من شخص الآخر يعني رد فعل الجسم برضو يا دكتور محب الحقيقة دايما يرجعني لفكرة إمتى ممكن ده يؤثر علي هل أنا مثلا مدخن بشراها أو مدخن بشكل كبير ممكن يحصل لي مشكلة في عضاة القلب ممكن حد تاني ما يحصلوش عايزين برضو رد من حقيقة على فكرة الأسباب والمسببات إمتى فعلا تأثيرها يكون كامل ويكون أكيد على هذا الشخص وإمتى يكون حسب يعني كلها مثلا ممكن نقول لي عوامل خطورة أو ريسك فاكترز لكن مش شرط أن هي تأثر على هذا الشخص وهذا المريض زي ما حريب تقول بالزبط مش كل المرضى زي بعض وعشان كده إحنا أي بحث طبي أو أي حاجة أي دراسة طبية بتاخد مرضى في أماكن مختلفة في أسلوب معيشة مختلف وتقارن بينهم فمش معنى حرارك مثلا في ناس كتير جدا عندهم الضغط والسكر ومدخنين وتلاقي يعني عندهم مش مشاكل خالص في عضاة القلب ولا الشرين التجاية وممكن تلاقي شاب أزغى منهم كتير والتدخين أقل في فترة كتيرة وتلاقي في الآخر عنده قصور في شنة التجاية وعنده ضعف عضاة القلب فدي تبقى personal variation أو فيها بعد سنة أحيانا بيدخل فيها genetic variation بس لسه الأبحاث الطبية العالمية ما أكدتش أو ما أثبتتش الكلام له هو فيه طبعا genetic variation لكن ما نقدرش نقول بشكل قوي مين هيحصل له المضعفات ومين مش يحصل له المضعفات دي حاجة لسه ما نقدرش نقولها وهي دي الفكرة دايما تودينا في فكرة مين الناس الأكثر عرض يعني لو هنسأل السؤال بشكل نمطي مين الناس الأكثر عرض أنه ممكن يجيب لهم مشكلة أو ضعف عضلة القلب ومين الناس اللي ممكن يكون أقل عرضة لهذه المخاطر وأيضا إيه هي الأنواع بتاع ضعف القلب نقول القلب ممكن يضعف أو فيه مشكلة هل فيه أنواع من هذا الضعف طبعا فيه أنواع عضلة القلب فيها مشكلتين في ضعف عضلة القلب أول حاجة ممكن يبقى ضعف في الإنقباض وضعف في الإنبساط يعني مش عالف قلبي يرتاخي كويس يسترخي كويس فجاتنا في المعايير الطبية العالمية قسمت ضعف عدد القلب إلى ثلاث أجزاء أو ثلاثة بارتس أو ثلاثة أنواع أول نوع هو المريض اللي عنده كافية عدد القلب أو الإيجيكشن فراكشن أو الإي إف الناس بتتابع موضوع ده أقل من 40% فالمريض دي يبقى عنده ضعف شديد في عدد القلب وفي الميد رينج أو المتوسط اللي هو من 40 إلى 49% وفي ناس اللي عندهم أعراض ضعف عدد قلب ولكن عدد القلب عندهم أكثر من 50% وده نسبة طبيعية أكثر من 50% ده طبيعي بس عندهم أعراض ضعف عدد القلب فده إيه اللي بيحصل هنا أول حاجة حنا عندنا في فيديو هنا ده مثلا وظيفة عدد القلب الطبيعية لما بيحصل ضعف عدد القلب اللي هو أول نوعين اللي هو عدد القلب أقلي من 40% أو من 49% بيبدأ انقباض البوتين الأيصر يضعف فبالتالي الدم بيوصل كويس لكن القلب مش عارف ينقبض كويس فبالتالي مش عارف يدخ الدم لقدامه ويوصل لكل أجزاء الجسم فدي مشكلة في ضخ أو في انقباض عدرة القلب النوع التاني يبدأ الدم ما يطلعش في الأوردة زي ما هم شافين يبدأ يلف جوة عدرت القلب والانقباض ضعيف جدا فما يقدرش يوصل لقدامه النوع الآخر هو مشكلة في انبساط عدر deshalb أو في استرخاء عدرة القلب عادة القلب حجرة مفروض الدم بيوصل لها عشان يوصل لها الدم لازم تتسع كويس قوي تستقبل الدم كويس قوي فهتقدر تدخه هوا مشكلة عند المريض في الانبساط ده مش مشكلة في الانقباط هو بينقبط كويس قوي لكن هو لما يجي يسترخي أو ينبسط ما بيقاش عنده انبساط كله فبالتالي بيبقى الحجم بتاع البطين آسف صغير فمش عارف يستقبل دم كيفي لكن هو بيدخ الدم كويس بس هو مش عارف يستقبل دم فبالتالي هيديني أعراض في ضعف عادة القلب ولكن في الموجات الصوتية على القلب هنلاقي عادة القلب عنده طبيعية مش طبيعية كلين الرقم كفاية عادة القلب هي الطبيعية لكن في دلالات أخرى طبعا في الموجات الصوتية بتعرفنا أن المريض ده عنده ضعف عادة القلب فهما دور الثلاث أنواع بتوع ضعف عادة القلب وطبع فكرة زي ما قلنا يمكن الأشخاص الأكثر عرضة حيك قلت ممكن يكون لها دعوة بالتاريخ العائلي أو بعض الأشياء المتعلقة بالوراثة هل في أشياء أخرى برضو لازم الناس تأخذ بالها من الأحية السؤال ده أنا عايز ركز عليها عشان الناس برضو تبقى وعية لفكرة إمتى أنا ممكن أكون عندي الخطورة أنه ممكن يحصل لي مشكلة في القلب أوكي طبعا فيه دراسات جديدة بتقول أنه هو الناس اللي عندهم سمنة مفرطة بيبقوا أكثر عرضة لضعف عادة القلب الناس اللي عندهم اللي هم مش بيمرسوا رياضة أو خمول خمول ما عندهم مش حركة مش مأسر يوضع حركتهم نفسها قليلة ده ممكن يؤدي إلى ضعف عادة القلب طبعا زي ما قلنا الناس اللي بيشربوا ألكحول كتير الناس اللي بيشربوا سجار كتير الحاجات دي كلها دول بيبقوا أكثر عرضة بكتير أنهم يجي لهم ضعف عادة القلب والحاجات دي نقدر نكونترول بسهولة فنقدر نتجنب الموضوع ضعف عادة القلب بسهولة طيب برضو من الحاجات اللي مهمة نقف عندها هي فكرة العرض يعني إنت برضو الشخص الحقيقة دايما بنوع من ركز مع حضرتك فكرة الناس إزاي تحس الناس إزاي تشعر الناس إزاي تقلق في الوقت اللي فعلا محتاجة تقلق فيه أو تدرك بشكل عام عشان تبقى فهمة الموضوع بشكل طبي سليم فكرة العرض أو إيه الحاجات اللي ممكن تحصل تخلي الشخص يبقى أليرت أو مركز لا في حاجة غلط فيه لمبة حمراء بتاعت تنور في حياتي أنا الأمور بتاعتي مش مستقرة أنا حياتي بتاعت تتأثر بشكل سلبي إيه العرض اللي ممكن يحصل عشان ينم عن ضعف العضلة القلب كويس عمي يمكن أن أتحرك فيه صورة قدامكم إن أنا جاي بجسم الإنسان كله عشان نقول إن جسم الإنسان كله بيبدأ يشتكي أو يشتكي من أعراض أو الإنسان يبدأ يزع عليه أعراض بسبب ضعفة القلب هنقول برضو الحاجات الأكثر شيوعا أول حاجة يبدأ المريض يحس بنهاجان يبدأ يقول لك أنا مش قادر أمشي أنا مجرد ما أمشي يجي للنهاجان أنا مجرد ما أجيب حجم الأرض يجي للنهاجان مجرد ما أتحرك أروح التويلت في البيت يبدأ يشتكي من النهاجان الحاجة كانش موجودة عندي الحاجة الثانية يبدأ المريض يرفع المخدة بتاعته هو طول عمر ينام على مخدة واحدة يبدأ مش قادر ينام على ظهر كويس فيبدأ يحط مخدة تانية أو مخدة تالتة عشان يقدر ينام كويس يبدأ يكوح جمده لما يجي نام على ظهره مجرد ما يوعد الكوحرية تتحسن يبدأ يشتكي من أن وزنه يزيد ويحصل ورم في الرجلين جامد يقولي أنا مش عارف ألبس الشوز بتاعتي أو لما قال الشوز بتاعتي بلاقي يحز في رجلي جامد ورجلي بتورم بشكل جامد شاهيتي للأكل الممكن تقل يحصل وجع عنده في ناحية الكبد الناحية اللي هي أعلى بمكان في البطن كل دي أعراض ضعف عرض القلب وكمان فيه أعراض أن يبدأ تركيزه يقل يقولك أنا مبقيتش تركيزي من إزاي الأول شاهيتي من إزاي الأول أنا مبقيتش حابب عايز أنام على طول كل الأعراض دي مع بعض بتبدأ تخلينا نشك في ضعف عرض القلب مش عرض واحد طبعا أطلع أجري وأتخض أن فيه ضعف عرض القلب لكن لما نهاجان بالذات الكحة لما أجنام على ظهري تورم والسقين لازم أستشير دكتور قلب الحقيقة يعني كنت تقف عند الحقيقة دي وقوله حقيقة أن يمكن لفظ الوسوسة أو الوسوسة دي فكرة برضو طبية جدا لأن ناس كتير بيجي له هذا الأرق أن أنا حاسس أن أنا مبقيتش زي الأول حاسس أن وهو ممكن يكون حاجات طبيعية نمط الحياة تغير ممكن يكون شخص كان أكتف أو نشيط ابتدأ يبقى عنده خمول أكتر أو شغله ما بقاش يستدعي يمكن الحركة بالشكل اللي كان معتاد عليه يمكن نفسه ما بقاش برضو زي الأول ناس كتير بيجي لها هذا الشعور خايف بس النحاك برضو من تعليقك وكلامك عن فكرة الأعراض دي تخلي الناس كلها كلها عند مشاكل وهو بالفعل ممكن يكون في بعض الأشكال المتقربة لكن لأي مدى شكل هذه الأعراض بيكون قوي أن ينبه هذا الشخص وهذا المريض لا ده في مشكلة موضوع مش بسيط ومش مجرد بس تعب في نمط الحياة التي تغير هما أول ثلاث أعراض خلينا أشرحهم بشكل أوضح شوية أول حاجة النهاجين اللي هو قوي جدا أنا بروح لك مجرد ما نخش الطايلت في البيت عنده بيبدأ يشتكي من النهاجين وبيزيد مش بيثابت بيزيد فكل واحد يكون عارف هو برضو مجهوده حياته عاملة إزاي عشان نما يحصل الطفرة والاختلاف ده هيبقى مدرك أنه فيه يعني فجوة كبيرة بين الطبيعي ومبين اللي بيشعروا دلوقتي والحاجة الثانية أنه يلاقي مع النهاجين ده برضو تورم في الرجلين يعني أدي أعرضين مع بعض بناسبة كبيرة جايين مع بعض العرض الثالث أنه مش عارف ينام على ظهري زي ما قلت حضرتك فيه ناس بيجي تقول لي أنا بقيت شعرة في نام على ظهري لي شهر وشهرين بطاقة نام أنا قاعد على كرسي الصفرة دي أعرض ما بيحصلش مرة واحدة ومش حاجة شائعة فبالتالي لما لقي التلات أعراض دول ما بعض لازم دي حاجة ريد ماركس أنه خليني لازم أتجهر دكتور قلب ويعمل الفحوصات اللازمة ويطمن على صحة قلبي هما التلات أعراض دول البقين زي ما قلنا اللي هو فقدان الشهية واجع في البطن فقدان التركيس فيه أكتر من حاجة تعمل الحاجات دي لكن التلات أعراض الأولين اللي احنا قلناهم دول دول مهمين جدا أن احنا لازم نكون في دماغنا ولازم نستشير دكتور قلب أشكرك جدا دكتور محب طبعا مهم قوي اللي احنا نفهم وزي ما قلنا في أول حلقة إدراك أهمية عضلة القلب وبالتالي كمان لما يكون فيه عراض أو حاجات بسيطة ممكن تحصل تغير فيه نمط الحياة طبعية لازم نقف عندها وندرك هالفعلا أن احنا فيه خطوط حمراء أو يعني فيه علامة كبيرة حمرة نقدر من وراء قدامنا لازم نستشير فيها الطبيب ونعمل الفحوصات اللازمة ولا لا ممكن ناخدها بس على محمل التركيز إن ممكن نحصل فيها مشاكل أو تطور أكتر ولا لا الموضوع مستقر الحقيقة لسا مكملين وعندنا أسئلة كتيرة جدا عن أيضا المضاعفات عن أيضا العلاجات اللي هندخل فيها الأجهزة الحديثة والطب الحديث في هذا المجال خلينا نذهب مع حقيقكم ومع سيد المشاهدين لفاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك بعد الفاصل مشاهدين أهلا بيكم رجعنا لكم مرة تانية مكملين حلقتنا عن ضعف عضلة القلب أهمية عضلة القلب الجسم طبعا أهمية كبيرة جدا كل نسي عرفاها ومدركاها قدي تأثيرها ممكن يكون سلبي لو حصل ضعف بسيط على كل الأجهزة الأخرى بيأثر بشكل واضح وشكل مباشر على كل أجهزة وعضاء الجسم الأخرى مهم قوي فكرة عضلة القلب برحة أبتاني بديف حلقة النهاردة الغني عن التريف دكتور محب مراد صبحي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والأسطرة التداخلية من دكتور أمراض القلب والأوعية الدموية جامعتين شمس وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لأمراض القلب برحة بحكم مرة تانية دكتور محمد شرفني جدا وحلقة كالعادة زي نقول كده فكرة القلب وإدراكنا لفكرة عملية القلب أصلا إيه بيقدر يقوم بوظفته إزاي شكل التشريح اللي يمكن قدمناه في أول حلقة عشان كده برضو نشجع السادة المشاهدين اللي ما شافوش معنا بداية الحلقة يرجعوا يشوفوا عليها في الإعادات أو في اليوتيوب لما تتنشر برضو فكرة الأسباب اللي ممكن تؤدي لضعف عضلة القلب لحيك برضو قلت لنا كثير عنها وممكن في حاجات أهم من حاجات وأكثر خطورة وما إلى ذلك وأيضا أسباب أيضا وراسية أيضا نتكلمنا عن فكرة الأنواع اللي ممكن تحصل لأكثر الناس عرضة لأمراض القلب الحياة النهاردة برضو عايزين نتكلم على فكرة المضعفات ليه بنقول أن لما هيحصل مشكلة في عضلة القلب يجب السرعة في هذا الموضوع لازم ناخد خطوات إيجابية لازم نروح نكشف ونعمل الفحوصات اللازمة وبسرعة برضو ناخد العلاج وناخد الخطوات العملية لعلاج هذا الموضوع إيه المشكلة اللي ممكن تحصل وتتفاقم في عدم حل المشاكل أو الضعف في القلب احنا أكتر حاجة بدايقنا كدكاترة كلنا أن نلاقي المريد مش عارف يعيش حياته الطبيعية فالمريد اللي بيحصل عند ضعف في عضلة القلب وبيسيب نفسه من غير علاج بيبقى مش قادر يعيش حياته طبيعية هو بيتحول إلى إنسان هنديكاب ما يقدرش يتحرك من مكانه مش عارف يتحرك من مكانه ونهجان جامد مش قادر يعمل أي حاجة في حياته فبقت حياته كلها قادة على كرسي فدي أنا شايف أن دي أكتر حاجة ممكن تخلي أي إنسان متضايق أو أي دكتور متضايق أن يبقى الإنسان مش قادر يعتمد على نفسه حتى تخل الحمام أو حاجة زي كده فدي أكتر حاجة إحنا بتضايقنا لكن إحنا إيه أكتر حاجة اللي ممكن تقدي مشاكل فعالة القلب أو مضاعفات عالة القلب إن المريض ده يتحجز مثلا في المستشفى بشكل كتير ممكن مريض ضعفات القلب المش منتظم على علاج يتحجز في المستشفى من خمس إلى ست مرات في السنة وده رقم كبير وبردن عليه هو أنه يروح إلى المستشفى وعلى عائلته كمان طبعا جدا نفسي وجسماني زي ما حكي قلت فكرة أن كل شوية أكون بفكر كمان شوية ولا كمان شهرين مش قادر بنقعد بقى في دوامة من الذهاب للمستشفى وبعض العلاج ونرجع تاني دي طبعا مشكلة كبيرة برضو بتبقى جهاز المناع عنده قليل شوية بيبقى أكثر عرضة لأمراض أو العدوى أو لأمراض البكتيرية من البساطة الشديدة جدا لما بيكون في ضعفات القلب بتبقى الرأة بتاعتي فيها ميا مناسبة جدا للبكتيريا أنها تتموا فيها فنلاقي المريض عنده أكثر من مرة في السنة أن يأخذ أدوار برد كتير أو يأخذ التهاب رأوي كتير ومتعلقة بالسبب الأول أو المضاعفة الأولى أني نروح المستشفى مرات أكتر وأنا عندي عرضة أن أخذ طبعا نوع من الفيروس أو البكتيريا أو كده هيبقى عندي مشكلة كبيرة طبعا طبعا بعد كده أنت لما يبقى عندك العضو الأساسي اللي بيوصل دم لكل أعضاء الجسم فيه خلل فبالتالي الدم اللي هيوصل لباقي أعضاء الجسم هيبقى فيه خلل غير كافي أو غير كافي فمع الوقت يبدأ يحصل ضعف في الكلا وتحصل مشاكل في الكلا نتيجة إما ضعف على القلب أو بعض العلاجات على استخدام الطويل بتاعة القلب يحصل مشاكل في الكبد تبدأ أجزاء الجسم كلها تحصل فيها مشاكل الحاجة الرابعة أو أكثر حاجة إحنا بتقلقنا أن مريض ضعف على القلب بيبقى أكثر عرضة لتوقف مفاجئة في عضلة القلب بطاينية أو زبزبة بطاينية تؤدي إلى توقف عضلة القلب فهم عرضة ضعف عرضة بيبقى أكثر عرضة بكثير من الناس اللي عايشين الطبعيين الحاجة الأخيرة أنه هو أنت عند حالتك الدم ماشي ببطء شوية والعضلة القلب مش عارفة تضخ الدم كويس فبقى مريضة أكثر عرضة للجلطات كل دي مضاعفات ممكن تحصل من عرضة ضعف عرضة القلب الجلطات طبعا ممكن تكون في أي جزء طبعا في الأوعية طبعا فيش جزء مثلا أخطر أو في جزء بيبقى دائما الرجلين أكثر عرضة أن يحصل جلطة في أوريتة القدمين وهي تنتقل إلى شرين الرقوي طبعا دكتور محبي مش محتاجين نقول زي ما حاك ذكرت وقلت ودائما نقول أن القلب عضلة مش قائمة بذاتها ده هي يعني تتعلق بها كل أجهزة الجسم وكل أعضاء الأخرى فزي ما حاك قلت هو طبعا تأثيرها يكون سلبي بسرعة كدا على الأجهزة الأخرى وتالي كمان أظن يعني برضو حاكت أكد كلامي أن لو حصل مشكلة في عضو آخر ممكن كمان حتى لو عرفنا نصلح القلب هيبقى المشكلة ممكن ما زالت قائمة ونوعا نشتغل عليها وهي دي مشكلة بتحسننا كتير قوي أنه ممكن تلاقي عضلة القلب تحسنت مع العلاج لكن في مشكلة في الكلة في مشكلة في الكابت هيبقى المريض خلص من المشكلة السيب بس بعد وقت متأخر شوية لسا في ديول سيبة هم مش هنعرف نعالجها بسهولة شكرا طيب برضو فكرة التشخيص إزاي بنقدر نشخص إن كانت عضلة القلب إنكم حيث قلت بعض الأشياء في وسط الكلام بتاعيك عن الـ EF أو ما إلى ذلك لكن بنسمع أن حيث بالذات في التشخيص أو بالذات في عايز أقول في الأجهزة اللي بتستخدم في الكشف عن القلب سواء الموجات الصوتية سواء الأشعات الكثيرة المخصوصة جدا لعضلة القلب يعني بعيدا عن بقية الجسم والأشعات الأخرى أوكي أول حاجة عشان يبدأ أن الدكتور يشخص مريضة ضعفة عنده ضعفة القلب إحنا دائما بمسميها في طبقة يعني من الفحص السريري أن أنا قادر شخص مريضة عنده ضعفة القلب فالفحص الطبي كويس قوي بالسماعة والإجزاميليشن بعين الدكتور وكل حاجة ده بيخليني أشك بناسبة كبيرة في ضعفة القلب ولا ألا ثم أبدأ بالحاجات المعملية المعامل البسيطة خالص زي صورة الدم لأن الأنيميا الشديدة ممكن تعمل أعراض ضعفة عضلة القلب ولكن عضلة القلب كفائتها كويسة ثم وظائف الكلى أخبارها إيه؟ أنه ممكن إلا المريض بيشتكي من نفس الأعراض دي لكن عنده مشاكل في الكلى وللقلب كويس فلازم التحليل المعملية مهمة جدا ثم ييجي بعد كده الأفحصات الخاصة بالقلب طبعا أهمها في التشخيص عضلة القلب هو الموجات الصوتية على القلب أو الإيكو اللي إحنا بنقدر من خلاله نشوف عضلة القلب تتحرك إزاي هل هي بتتحرك كلها مع بعض هل في جزء فيها ما بتحركش كويس ونقدر نحسب وظيفتها كام أو الإيجيكشن فراكشن أو الإي أف اللي هو أنتكم تسألني عنه وكل ده أحسبه بالموجات الصوتية والقلب أو الإيكو شكل هو ده اللي بيطلع لنا في الإيكو ده رسم القلب ده رسم القلب ده رسم القلب ده شكل الموجات هرابة القلب ده الحيطة اللي كنا بحاجة لها ده منظر الإيكو ده منظر الإيكو إنه أنا بشوف مجادسة وطيع على القلب أحسب الدم ماشي إزاي من فين لفين الدم بيبقى ماشي بين الأحمر والأزرق زي ما احنا شايفين فالدكتور بيقدر يحدد نوع المشكلة فيه ويقدر كمان يحدد ممكن يبقى إيه السبب لعمل ضعف عدد القلب إنه بيشوف الصمامات بيشوف عدد القلب بيشوف الدم راحي إزاي وجاي من فين فيبدأ يشخص ضعف عدد القلب فحصات تانية زي ما قلنا احنا تكلمنا على كهربة القلب لو فيها خلل بيبدأ أن احنا نشوف كهربة القلب زي أول صورة اللي ظهرت عندنا اللي هو رسم القلب حليك قلتلي عليه اللي هو كان لونه أورنج ده كهربة القلب فبقى ده شوف كهربة القلب هل هي سليمة ولا فيها خلل ممكن لو مريض بيشتيكي من تصارع وفي ضعف عدد القلب بنطلب حاجة زي الهولتر اللي هو جهاز رسم قلبي بيتعلق على المريض لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة ثم الدكتور يقدر يراجع خلال 24 ساعة أو 48 ساعة هل كان فيه خلل في كهربة القلب ولا لا دي الحاجات البسيطة ثم كده فيه حاجات أعلى شوية أنا مثلا أنا أشكك المريض ده عنده كسور في الشرين التجاية ممكن أعمله أشياء مقطعية بالسابقة زي ما حالك شايف كده بتصور الشرين التجاية اللي قدامها فأقدر أشوف فيه فيه كسور فيها ولا أو ممكن نعمل أسطرات أشخاصية لو إحنا عايزين نشوف الشرين التجاية والأشياء المقطعية مش عالفين نعملها ممكن نعمل مسح زري على عدد القلب نشوف حيوية عدد القلب زي الصورة اللي ظاهرة قدام حضراتكو دي ده المسح الزري بيشوف حيوية عدد القلب هل الدم وصل لكل حتة في القلب كويس وهل أنا لو عملت تروية عدد القلب بشكل عن طريق العلاج أو من طريق الدعمات أو عن طريق القراحة للقلب مفتوح القلب هيستفيد ولا لأ عندنا فحوصات تاني أعلى شوية زي الرنين المغناطيسي على القلب ده بيشوف نقدر من خلاله برضو نعرف إيه سبب ضعف عدد القلب نقدر نحسب عدد القلب كفائتها كان في المية ونقدر نشوف برضو هل لو تدخلنا بشكل معين بعلاج أو دواء أو جراحة أو دعمات هل يحسن تحسن في عدد القلب ولا كل الفحوصات دي بتساعدنا إن احنا نوصل للتشخيص مش كل المرضى بنطلب كل الفحوصات دي طبعا بعد الفحص كفاية والمعامل اللي ممكن إيكو نكتفي بهذا القدر من الفحوصات ونبدأ طريقنا للعلاج اللي هو محال الورا العلاج بتالي العلاج دي يعني قصة طويلة ويتعملها حلقات بس برضو في إيجاز برضو حاجة تقول لي العلاجات إزاي بنقدر ناخد فيها قرارات وإزاي بيكون ممكن مماريد علاج ويكون مختلف عن مريض آخر في نفس الموضوع عن ضعف العضلة أوكي دايما قبل ما نقول في العلاج نبدأ عضو بالعلاجات لازم نعلم المريض بتاعنا اللي فستايل موديفكيشن إزاي نمط الحياة المناسب لي فدايما نقعد مع مريض ضعف عضلة القلب قبل ما نتكلم مع عفل علاج نتكلم مثلا في التغذية بتاعته حاجة مهمة جدا بتأثر جامد جدا على مريض ضعف عضلة القلب هو الملح إحنا بنطلب من مريض ضعف عضلة القلب أن يقل الملح في الأكل ما نقدرش نمنعه أنه هو مش هيقدر يستطعم الأكل وفي نفس الوقت هو أصلا عنده شهيته للأكل تبقى وليلة وبرضو الأملاح دي مهمة لأجزاء حاجة في جسم الإنسان فإحنا بنطلب منه يقل الملح أو يبدل الملح اللي هو العادي اللي فيه صديهم كتير بالملح اللي هو الطبي بكميات قليلة جدا عشان يقدر يعيش حتى بشكل طبيعي إن الأملاح بتعمل تراكم المياه في الجسم فبالتالي تبقى لود أكتر على عضلة القلب اللي فيها ضعف فبيبدأ المريض يشتيكي من أعراض فمجرد ما المريض بيزبط الملح بتاعه والمياه كمان إن إحنا بنقوله يشرب بحدة أدنى اللي حاجة تشربها لتر ونص وبحدة أقصى اتنين لتر أو اتنين لتر ونص ما يكترش عن كده عشان ما يحصلش volume overload أو يزيد الحجم أو السوائل في الجسم فيبدأ القلب يتعب ويبدأ مش يكي من النهاج بشكرك على حد أقصى دايماً نقول حد أدنى لازم بواحد يشرب مايا كتير وما يشربش أقلم لتر ونص أو اتنين لتر لكن يبقى في حد أقصى لمرضى القلب دي برضو معلومة مهمة ومفيدة إنه برضو ما يعملش load أو ما يعملش طبعاً نوع من التقل على العضلة في ضخ الدم ثم بعد كنا نجي نقول للمريض ده أنت لازم تبترع على بعض الحاجات المضرة زي التدخين زي الوازن نحاول نزبطه زي نزبط ده الضغط بتاعنا كويس نهتم بالضغط بتاعنا نهتم بالسكر بتاعنا إن إحنا نقوله يتجنب إن يجي له يتعرض لأماكن فيه مثلاً هيزور مريض أو حاجة يلبس ماسك يبتعد عنه قدر الممكن عشان هو أكثر عرضة زي ما شرحنا قبل كنا إن نجي له أدوار برد كتير كل الحاجات دي قويات بقى قويات مهمة أهم يمكن دي البداية بتاعتنا قبل ما نبدأ مرحلة العلاج ثم مرحلة تانية يبدأ بالعلاج الأدوية بالفم الحمد لله يعني العالم كله بيتحرك بشكل قوي جداً إنه يلاقي أدوية مناسبة وتحسن من كفاة عضلة القلب فمريض ضعف عضلة القلب لازم يلتزم في العلاج بتاعه ماينفعش يمشي على سطر ويسيب سطر زي ما بنقول لازم ياخد العلاج بتاعه بانتظام في المعايد الدكتور كتبها ولازم متابعة العلاج بالفم بيبقى أدوية مهمة جداً في أربع أدوية لدرجة أن هم سموهم فانتاستيك فور لأنه هم اللفظ ده عالمي إنه هم الأربع أدوية دول الم منديهم وبنتابع مريض ضعفة القلب مش مهم الرقم يتحسن في الإيكو على قد ما هو أعراضه تتحسن إنه ده ما احنا قلنا إحنا أهم حاجة ده كثرة تنمينا لأن المريض يعيش حياته بشكل طبيعي فأنا لو حسنت الأعراض والمريض بدأ يعيش حياته بشكل طبيعي لكن أعضت القلب فيها ضعف يبقى أنا قدرت أساعد الجزء كبير جداً من حياته فالأدوية دي بتبقى أدوية لها شكل معين أو بتشتغل بشكل معين هم أدوية ممكن تكون أربعة أو خمسة أو ستة طبعاً أدوية كتير بس مهمة كلها كل واحد ليه دور فيهم بس فانتاستيك فور هم أربع أدوية هم أربع أدوية أربع أدوية لا هم الفانتاستيك فور دول أهم أربع أدوية إنه دول بيحسنوا من كفاءة طاعة القلب وبيحسنوا سلوب الحياة أو الكفاءة بتاعة الشخص اللي يشتغل حياته طبيعي جداً فكرة الأدوية دي بسطة جداً هو أنت لما يكون الدم أنا مثلاً كلاً دي مش وصل للدم كويس ببدأ أبعد استغاثة للقلب أقوله الدم مش وصل لي كويس عن طريق الهرمونات أو عن طريق المؤشرات العصبية فيبدأ القلب يضغط على نفسه جامد جداً إيه داك كلاً مش وصل لها الدم كويس فيبدأ يضخ جامد يبدأ يدوس على نفسه جامد ويزرع ضربات قلبه فده يعمل مع الوقت ضعف أكتر في عدوية القلب فكرة الأدوية دي إن هي بتقفل المستقبلات دي في القلب فالقلب بيحس نفسه أنا كويس هقوم بقى بشغلي أهدى شوية فيقدر يتحسن ويقدر يوصل الدم بشكل أحسن هاي دي فكرة الأدوية هم دول الفانتاستيك فور بيعملوا كده فعلاً فعشان كده الأنسان بيقدر يعيش بشكل أحسن بيخلو القلب يمشي بالشكل أو نمط الطبيعي بتاعه ما يتأثرش بالمؤسرات الخارجية لتخليه بوز أكتر أو يعمل حركات غير سليمة وغير صحية فيسوق هذا الموضوع أكتر ده الشق التاني اللي هو العلاج بالدواء طيب أهم حاجة إيه السبب ضعف عضرة القلب إنت لو علاجت السبب بالنسبة كبيرة جداً عضرة القلب ده هتحسن طبع يعني أنا مثلاً لو إحنا قلنا الأكثر شيوعاً هو قصور الشرين التجاية أنا عندي الوقتي الشريان أو اتنين أو تلاتة الدم مش عارف يمشي من يخلهم كويس لأن فيهم ديئات فمش عارف يغزي عضرة القلب فده هيعمل ضعف عضرة القلب الدكتور بعد ما بيكشف عن مريض ويطلب له الفحوصات اللي بيتأكد إنه هو هيستفيد من تروية عضرة القلب مرة أخرى بيبدأ ممكن يعمل أسطرة وتركيب دعمات عشان يوسع الشرين دي أو يحوله إلى دكتور جراحة قلب مفتوح ليعمل قلب مفتوح لتركيع الشرين التجاية أو هي يتعدي البيباس يعدل ديئات دي وينزل وصالات شرينية أو وردية فبالتالي تروية الدم للقلب بتزيد فبالتالي على كفاة عضرة القلب بتزيد طبع فدائما معرفة السبب هو المهم جدا وعلاج السبب بيحسن عضرة القلب حاجة تانية مثلا عندي مشكلة في سمام زي ما اكتفقنا سمام الأورتي يعني ده حاجة بنلاقي تغير كويس قوي قوي في المرضى بتوعنا يبقى مريض عضرة القلب عنده ضعف 30% وعنده ديء شديد في السمام الأورتي ومجرد ما يعمل تغيير السمام الأورتي يعمل عن طريق عملية قلب مفتوح ويغير السمام أو عن طريق الأسطرة دلوقتي في حاجة اسمها تافي أو تغيير السمام الأورتي عن طريق الأسطرة يقدر الدكتور يحط السمام جديد جوه السمام القديم ويفتحه ويقدر عضرة القلب بتضخ الدم بسهولة إلى جزاء جسم فتلاقي خلال أسبوع تحسن كبير جدا في عضرة القلب برضو يعني عايزة أقف عند الحتة دي ويقول برضو مين الناس اللي فعلا بيحتاجوا لعمية الأسطرة أوكي الناس اللي بيحتاجوا لعمية الأسطرة هم الناس اللي أنا مجيب أعمل لهم إيكو وأسمع على الشاكة بتاعتهم ألاقي عندهم أعراض كسور في الشين التاقي ألام في الصدر والإيكو بتاعي مبيني فيه حتة بتنقبض قبل حتة فأنا بشتبه بالنسبة كبيرة جدا إن الدم اللي واصل للحتة دي أقل من الحتة أماكن أخرى فده المريض اللي أنا بقدر أطلب له أسطرة تشخصية على الشعين للقلب وأقدر أقول له أنت محتاج هتتحسن بالعلاج إن شاء الله لو إحنا فتحنا الشعرين دي أو ركبنا دعمات أو عملنا زي ما قلنا وعشان عرب بالضبط ما كانها فين يا دكتور بالضبط كده برضو من الحاجات اللي يمكن حديثة في الطب هي بعض الأجهزة سمعنا عنها بتكون موجودة متلازمة مع هذا المريض عشان نقدر نتابع حالته إيه هي الأجهزة دي أو إيه الطب الحديث في هذا المجال الأجهزة هم نوعين من الأجهزة أو منظمات القلب بيركبوا المريض ضعفات القلب نوع جهاز صاعق اسمه كده صاعق إنه بيدي الكهرباء ونوع آخر سلاسي إحنا هنا بنشرح إنه إيه الجهاز ده بيركب إزاي إحنا بنفتح فتحة الجلد كده والمريض تفايق بنديله بس بنجة موضعي ونخش في الوريد نمشي سلكة السلكة دي تمشي من الوريد إلى القلب الدكتور بيعمل الموضوع ده في الأسطرة عشان يبقى شايف القلب ويحط السلك ده في مكان اللي هو شايفه مناسب ويقيسي الإياسات المناسبة ثم يوصل السلك ده في بطارية أو جنريتور كده صغير الجنريتور ده ثم يوضع تحت الجلد مرة أخرى ونقفله نخيط وخلاص يرجع للموضوع طبيعي خالص وهو ده الجهاز وهي عملية مش صعبة أو حاجة طيب إيه هي الأجهزة؟ زي ما قلنا جهاز ثلاثي الحجرات وهو جهاز صاعقة زي ما احنا قلنا هنتكلم عن نوع الأول هو الجهاز الصاعق احنا قلنا مريض ضعف عاطل القلب أكثر عرضة أن يجي له رفرفة بوطانية أو زبزبة بوطانية تؤدي إلى توقف مفاجئة في عضرة القلب فالجهاز ده بيبقى دوره فقط أنه يتفرج على كهرباء تعالى القلب أول ما يحصل خلل يبدأ يدي نوعية من العلاج يما يدي هو ضربات عشان ينظم أو ينهي الزبزبة أو الرفرفة بوطانية أو يدي صدمة كهربائية توقف الزبزبة أو الرفرفة بوطانية وترجع القلب مرة أخرى وده بيحمي كثير من المرضى ده النوع الأول من الأجهزة اللي هو الجهاز الصاعق الجهاز الآخر هو الجهاز سلسل حجرات الجهاز سلسل حجرات ده بي نفس فكرة الزراعة بتاعت هما نفس الفكرة كلها بتاعت الجلد وكل حاجة ده هنا لما ضعف عضرة القلب مع الوقت بيحصل اتساع في عضرة القلب فتلاقي أن الإشارات الكهربائية الوصلة لعضرة القلب ما بتوصلش في نفس الوقت فتلاقي في حتة تنقبط وحتة رأسة ما انقبضتش ولما تيجي تنقبط دي تنبسط فبالتالي القلب مش عارف يعمل الحركة دي مش عارف يضخ الدم القدام دي بتنقبط دي بتبقى واسعة دي تنقبط دي تفتح خلل خلل ويبقى هنا سبب كهربائة القلب مع الضعف الاتنين مع بعض فأنا لما قدر حط ثلاث أسلاك في أماكن معينة في القلب بخلي كهربائة بالضبط خليهم الثلاثة أو كل أماكن حجرات القلب تنقبط مع بعض فبحسن كفاءة عضلة القلب وبحسن الوظيفة تنظم كل شيء في نفس الوقت فنقدر نتحكم في العضلة بشكل كدير بالضبط كدير دكتور مرحب يعني عايزة أقول حقيقي يعني طبعا حلقة مهمة جدا وحلقة كبيرة ووسعة ومواضيع القلب مواضيع كبيرة وكل يمكن تساؤل أو يمكن كل نقطة ممكن يتاخد فيها حلقات فعلا فبشق حقيقي جدا احنا عارفنا يعني نلخص أو نضم كل كم الهائل من المعلومات سواء من أسباب وتشخيص وإيه اللي بنعمله بالضبط وإمتى فعلا المريض يحتاج لأسطرة وإمتى يحتاج لدعامات أيضا وإمتى أيضا نقدر نشوف العلاجات المناسبة لكل مريض على حدة حسب حالته وحسب زي ما قلنا تاريخه العائلي أو كل تفاصيل حول هذا المريض وأيضا كلمنا في ممكن عن أجهزة والتقدم التطور الطبي الحديث الكبير أو اللي يمكن حيك شرحتهن في إيجازة عن فكرة الأجهزة اللي تستخدم في هذا المجال لتنظيم ضربات القلب عشان ما يكونش فيه أي خلل سواء ضعف أو مشاكل حتى في الكهرباء وتنظيم الكهرباء للقلب بشك حاجة جدا لوجودك معنا شرفتين جدا دكتور محبب مراد صبحي استشاري أمراض القلب والعاية الدموية والأسطرة التداخلية دكتورة أمراض القلب والعاية الدموية جامعة عين شامس عضو جامعة الأوروبية والمصرية لأمراض القلب أشكرك مرة تانية شرفتين يا فان شكرا يا فان مشاهدينا خلصت حلقتنا نشكركم وده لحسن متبعدكم ومشاهدتكم لحلقة النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع تبقي أيضا مفيد مع برناميكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة